زينب العسكري ممثلة ومنتجة بحرينية اعتزلت الفن عام 2009 ايه عندها دلوقتي 48 سنة. ظهرت زينب العسكري باللوك اللي احنا شايفين ودهوت بدون حجاب نهائيا في احدى الظهور لها في ابريل 2022 مع الاعلامي علي العلياني في برنامج مراحل. وده زهور خديث من زهوراتها الاخيرة. هي محتفظة بجمالها. وكانت الصور ديت قبل الشهرة في برنامج اسمه مواهب. وكانت مونة المنصوري قد كشفت هوية زوج زينب العسكري اللي هو الدكتور الشيخ عبدالله ابن سالم ابن السلطان نائب حاكم الشارقة. ودي كانت كوشة الفنانة زينب العسكري. وده فيديو لزينب العسكري مع بناتها الزين والحلة والغلة في يوليا 2022. وده احدى الظهور ليها معاهم. ايه رأيكوه؟ كبروا. ما شاء الله. سالمية الكويتية ميل عيدان ان الفنانة البحرينية زينب العسكري ستعود الى الفن الذي اعتزلته منذ عام 2009. وذلك بعد خطوة اخيرة بخلع الحجاب. ونشرت العيدان صورة العسكري عبر صفحتها الشخصية في موقع انستجرام قائلة صورة زينب العسكري بعدما خلعت الحجاب. شكلها بترجع التمثيل. وده البوست اللي حطته على انستجرام على موقعها وكتبت زينب العسكري خلعت الحجاب. ده التعليق بتاعها صورة زينب العسكري بعدما خلعت الحجاب. شكلها بترجع للتمثيل. وكانت زينب العسكري قد اطلت بعد اختفاء على جمهورة في لقاء تلفزيوني كشفت فيه ان سبب اعتزالها الفن هو انشغالها بحياتها الاسرية. فهي فضلت الاهتمام بعائلتها بعد الزواج خاصة وان الفن يأخذ الوقت والمجهود فرغبت اللا تشعر بالتقصير نحو اسرتها. بصورة تانية لها بعد حل الحجاب. زينب العسكري هي ممثلة وكاتبة ومنتجة بحرينية مولد عام 1974 في المنامة البحرين. بدأت التمثيل بالمسرح المدرسي منذ الصغر. ثم بعد ذلك التحقت بمسرح الطفل حيث مشاركت فيه العديد من المسرحيات الاستغراضية للاطفال. كانت البدايات الفنية للفنانة زينب العسكري في عام 1991 من خلال المشاركة في بعض المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات الشبابية. بعد ذلك أصبحت أدوارها تكبر إلى أن أصبحت تأخذ أدوار البطولة إلى أن أصبحت صاحبات مؤسسة بنت المملكة للإنتاج الفني. وقررت الاعتزال عن الفن عام 2009. ثم من بعد غياب واعتزال سنوات قامت مصممة الأزياء الإماراتية وسفيرة النواية الحسنة من المنصوري بالكشف عن أول صورة على الإطلاق للنجمة المعتزلة. زينب العسكري والتي غابت عن الساحة الفنية الخليجية واحتجبت من بعد زواجها من شخصية عربية لم يتم الكشف عنها بوقتها. إلا أن المنصوري والتي وصفت العسكري للشيخة والأميرة كشفت بحساب موقع روتان عن هوية هذا الزوج حضرة صفحتي على الإنستجرام في صورة أجمعها مع العسكري. كتبت تحتها صورة أجمعني بزوجة نائب حاكم الشارقة الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري. ديمان المنصوري مع زينب العسكري كشفت مين هو زوج زينب العسكري. الشيخ عبدالله بن سالم ابن سلطان. وكانت زينب العسكري كانت تعد واحدة من نجمات الصف الأول بالخليج العربي كان أعلنت اعتزاليه عام 2009 بعد زوجها من الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وأنجبت منه ابنتين هما الزين وحلل. ولم تعود من وقتها إلى الجمهور إلا عبر صفحة يتيمة على تويتر ولا تغرد عبرها إلا بين الحين والآخر. ولكنها كانت تحرص على التذكير دوما بأنها لن تعود وأن قرار اعتزاليها نهائي. دي الفنانة القاديرة زينب العسكري. وذكر مصدر أن زفاف الفنانة زينب كان على الأنغام وغنية الفنانة السعودي راشد الماجد حيث زفت الفنانة البحرينية زينب إلى زوجها الإماراتي في حفل وقيم في أحد فنادق البحرين. الكبرى وتواصل حتى أزان الفجر وسط إجراءات أمنية مشددة راعة الخصوصية التامة للعروسين. وخضع لها جميع المدعوين والمدعوات وتميز الحفل بتقاليد خاصة وتنظيم دقيق معد لا دي كوشة الفنانة زينب العسكري. وأشارت إلى تغير جايزري سيطر على حياة الفنانة البحرينية بعد زوجها كما أشار إلى أن العريس هو صاحب هذا التغير الذي اشترطه على العروسه عند التقدم لها طالبا يديها للزوج. وكشف مصدر خاصة أن المدعوين طلب منهم تسليم أجهزة جوالاتهم المزودة بكاميرا قبل الدخول لصالة العرس لمنع التصوير سواء صور فوتوغرافية أو حتى فيديو. وحصص الفندو موظفات أمن وظيفتهن التجول وسط المدعوين في هدوء تام لتأكد من عنا التعليمات بمنع التصوير الشخصي سارية المفعول. ولمنع أي تجمهر على العروس التي ظهرت بفستان زفاف أسطوري كان محل حديث جميع المدعوات ودعية للحفل نحو خمسمائة مدعوة مدعوة ومنع من الدخول من لا يحمل بطاقة الدعوة التي لا تحمل اسمه. وكان واضحا خلو وقائمة المدعوين من الأسماء الفنية وبخاصة المقربات من العسكري قبل إعلانها اعتزال الفن. وضع في المصدر الذي حضر حفل الزفاف أن بطاقات الدعوة خلت من ذكر أسماء العروسين بالكامل للحفاظ على خصوصية العريس الذي يندرب من أسرة الإماراتية كبيرة وظهرت العسكري بمكياج هادئ وعنيق وظهرت الشاشات التي وضعت في أركان قاعة الحفل صورا للعسكري وهي تجاهز لليلة الحنة مرتدية غطاء الرأس. وعلى عكس ما كان متوقعا خلأ الزفاف من أي مظاهر للبزخ والتفت المدعوات حول العسكري لتهنئتها بالزواج السعيد. واستقبلت هنا الفنانة المعتزلة باستسامات هادئة وكلمات ترحيب مقتضبة ورفضت الإجابة عن بعض الأسئلة التي لها علاقة بمستقبل الفني بعد الزواج. كما صارت الفنانة البحرينية زينب العسكري الجدل بين متابعيها وذلك بعد نشرها صورة من غرفة نومية على حسابها الخاص على موقع انستجرام. الصورة كشفت عن وجوده صورة أخمة لزينب مهلقة في غرفة نومية وهي ترتدي التاج وكتبت عليها الملكة زينب العسكري. جمهور الفنانة البحرينية تسألوا إن كانت زينب ما زالت تعيش في مجد الماضي وتود العودة إليه أم أنها اكتفت بكونها زوجة وأم. ودي من صورة من غرفة نومية مكتوب عليها الملكة زينب. تحت الصورة واضحة الملكة زينب العسكري. هنا كانت ساعتها مرتدية الحجاب. ثم ظهرت الفنانة البحرينية مؤخرا بعدما نشرت مجموعة صور حديثة لها. ظهرت فيها مرتدية عباءة وحجاب. وتضعن الظهرة الشمسية على عينيها. ووفقا لموقع جلوي جمهور زينب أعبروا عن إعجابهم الشديد بيات لولاتيا. مؤكدين أنها ما زالت تحتفظ بعناقتها وجمالها على الرغم من اعتزالها المجال الفني. حاليا خلعت الحجاب طبعا. زي ما شفنا في أول صور في الفيديو. لو أعجبكم الفيديو يريد تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحمدين والمتابعين والمشاهدين. ويريد تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. شكرا لكم.